السلام عليكم الموسم الحالي أسوأ فترة بالنسبة لفريق برمينج هام هي الفترة الحالية الخمسة المقابلات الأخيرة الفريق ينهزم فيهم ليتدحرج للمرتبة 19 في الشامبيانشيب وكيد البرح أنه ينهزم أمام فريق بلاك بيرن في مسابقة كأس الاتحاد الأنجليزي الدور السادس عشر لو لا حنبع المجبري لو لا التمرير الحاسمة اللي أصفرت على هدف التعادل هدف تسجل في آخر دقايق المقابلة في الخمسة المقابلات الأخيرة واللي نهزم فيهم فريق بيرنج هام حنبع المجبري في أربع مقابلات كان أساسي ومقابلة كان احتياتي مستويه كان متوسط ودون المتوسط بيرنج هام رهو مش حنبع المجبري والمجبري رهو مش يلعب واحده على أرضية الملعب رهو ثم عشرة ملعبية معاه لذي العشرة أو لحدش الملعب المتوجدين على أرضية الملعب وقت اللي مستويهم يكون سيء ويتسبو في هزيمة بيرنج هام الهزيمة راهم يتحمل هاش وحده حنبعل مجبري ومش هو سبب الهزائم وتونقلكم عليش نحكي في الكلام هذا بل بالعكس شوفنا في الخمسة مقابلات اللي نهزم فيهم فريق برمينجهام مقابلة منهم حنبعل مجبري كان احتياتي وفريقه نهزم في المقابلة هذه 4-1 وقت اللي ينزل الحنبعل تسبب في الهدف الثاني والمقابلة انتهيت 4-2 كيف كيف البارح في كأس الاتحاد الانجليزي حنبعل مجبري كان احتياتي ومرة اخرى فريقه ينهزم 2-1 حتى الدخول حنبعل مجبري اللي يتسبب في التعادل والمجبري راح انتقل على سبيل الاعارة واول موسم ليه يلعب مع فريق الاول مع فريق الاكابر لذا وقت اللي الفريق يمر بأزمة نتائج وقت اللي الفريق المستوى متاعه ومردوده ميفرحش وميشرفش راحوا شكون اللي يتلام يتلاموا الكبرات يتلاموا الدميدة متاع الفريق ميتلامش حنبعل مجبري والشبان ومع هذا شفنا المجبري كان حاسم في بعض المقابلات اكثر من ملعبية عندهم سنوات وسنوات ومتمارسين في التعادل وعليش حكينا لكلام هذا وعليش بدينا بالدخلة هذه لانه ثم نسبة من جماهير المتخب كل ما ينهزم فريق برمنغام الا وحنبعل مجبري يتعرض لانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيه لاعب تغشينا فيه فيه لاعب منفوخ اعلاميا فيه لاعب دون المتواصل فيه ما عنده فين يمشي فيه بلاستو وفي البطولة التونسية وفيه دوريات الخليج وكأني بحنبعل مجبري متسبة فيها زائم برمنغام بل بالعاكس كيما قلنا في بعض المقابلات حنبعل مجبري كان حاسم وللآمان اراهم مردود المجبري منزل كان في الفترة الحالية وقتلي برمنغام قاعد يمر بأزمة نتائج هم ملعبية كبار وقتلي فريقهم ويمر بأزمة نتائج يأثر على الروبير متاحهم يأثر على مستواهم فيما بالك اللاعب في بداية مسير الخمسة مقابلاتي اللي ينهزم فيهم برمنغام حنبعل مجبري مستواه كان خارق للعادة كيف كيف في البارح مستواه المجبري يرجع وبيحول الله في المستقبل باش يزيد مستواه يتحسن اكثر الى حد الان اربعة تمريرات حاسمة ممكن افضلها تمريرات البارح بما انه بدال هجمة وحده ثم البعض اللي يلوم على حنبعل مجبري يقول وقتين باش يسجل اهداف راهو حنبعل مجبري ما هوش مطالب بتشجيل الاهداف لكن في نفس الوقت ثم ملعبية في المكان متاعه ملعبية ووسط ميدان ينهي والموسمة بعشرة وخمس تاشن هدف المجبري اليوم وقتين يسجلش هدف ما نقولوش ملعبي خايب اما وقتين يسجل ونقولوه برافو عليه لانه مطالب قبل ما يسجل اهداف مطالب بالتمريرات الحاسمة اليوم قاعد يقدم فيه تمريرات حاسمة وصل الاربعة تمريرات صحيح ارقام النجم ونقولو عليها متوسطة لكن خير من بلايش وفيه تطور كيف كيف اليوم حناباع المجبري مطالب باش عنصر فاعل دفاعين اليوم المجبري بالتمركز الجيد في ارضيzte وعلى ارضيه الملعب قاعد يكون عنصر فاعل دفاعين صحيح مزال نقص شوية في الانيمسيون اوفونسيف في التنشيط الهجومي لكن قاعد يتطور وقت اللي نشوفو حناباع المجبري منذ انتقالو الفريق برمنجهام ونشوفو حناباع المجبري حاليا في التنشيط الهجومي ونقولو لعب اتطور ممكن ومع هذا نبع المجبري الأكيد ولي متأكدين منه انه ما زال ما وصلش المستواهه اللي النجم وقلوا عليه مئة بالمئة اللي ما زال ينقص حنبع المجبري انه ياخو النساتيف مانيش عارف الكلمة كيف نفسرها بالضابط بالعربي حنبع المجبري يلزم يكون اكثر جرأة شوفنا في هجمة الهدف حنبع المجبري تداز هالكورة بالديفنسير وظهر في الصورة حنبع المجبري تدازل نقصه بشه يفسخ ديفنسير واثنين يخويه وخليه تتفكلك الكورة حنبع المجبري تدازل نقصه بشه يعطيك ضربات من بعيد لعله وعساء الكورة تدخل ما تعرش عليها تضر في الصورة وتياخو الثيقة اكثر في روحك هذا اللي مزال ينقص حنبع المجبري وممكن نشوفوه في صورة جديدة نمرو حاليا الموضوع اكثر اهمية من التمرير الحاسمة اللي قدمها وبالمستوى المحترم اللي يظهر بيه تقريبا في النصف ساعة اللي خاضها ضد فريق بلاك بيرن البارح فريق منشستر يونايتد انتصر في كأس الاتحاد الانجليزي ثلاثة واحد اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن اللاعب وسط الميدان خرج في دقيقة 56 بسبب الاصابة وشوفنا بعد المقابلة بعض الصور انه اللاعب ايريكسن بلع كيكز يعني النجم وقوله الاصابة نوعا ما اختيرة والراحة مطولة اش مدخل هذا في حنبع المجبري تحب تعرف انقلك اليوم صحيفة اكسبريس الانجليزية او البريطانية اتطرقت للموضوع اتطرقت الاصابة ايريكسن والتطرقت اللاعبنا الدولي حنبع المجبري الصحيفة تقول انه اللاعب الدنماركي اللاعب مهم في وسط ميدان منشستر يونايتد ولاعب مهم بالنسبة للمدرب الهولندي ايريك تنهاج وتقول مش ممكن انه فريق منشستر يونايتد يكمل للنهاية الموسم من دون خدابات ايريكسن ومن دون انه تاخدوا الاجراءات اللازمة ونعرفوا انه حاليا مزال على اغلاق الميركاتو الشتوي تقريبا 48 ساعة وصعيب بل مستحيل انه منشستر يونايتد يفكر في لعب او يتعاقد مع اللاعب من اجل تعويض اللاعب الدنماركي ايريكسن بسبب الاصابة اذا الحل الوحيد والحل الاصرح على حسب الصعيفة انه ادارة منشستر يونايتد يشوفوا مع لعبها اللي انتقلوا على سبيل الاعارة منذ بداية الموسم ومن بين اللاعبين اللي المدرب ايريك تنهاج يفكر فيهم بش يرجعوا المانشستر يونايتد حاليا في الميركاتو الشتوي لعبنا الدولي حنباعل المجبري ما هو السبب؟ ما نحكيه على سبب اصابة اللاعب الدنماركي ما هو السبب انه ايريك تنهاج وادارة منشستر يونايتد يفكروا في حنباعل المجبري السبب واضح ومش كلامي انا كلام الصحيفة السبب انه حنباعل المجبري منذ انتقاله الفريق برمينجهام مستويها تطور اكثر على مستويه اللي كان فيه مع فريقه منشستر يونايتد السابق فانه هي خموضة ل Finland صحيح وايض آخرون لعب ابوسوا¬ منزل neoologي و هو السؤال المتروح هل مينا البصدر حنباعل المجبري يقعد مع بارمينجهام هل مينا البصدر حنباعل مجبري يرجع فيjalوبر برمينجهام هل اصبحت الماعدين يعوما في الاولايب يونايتد بح噸وا Cara كبير ليج منزل ٤٨ ساعات تقريبا على اغلاق ميركاتو الشتوي physique 48 ساعة لكي نعرف الحقيقة ياندرا حنباعل يقعد مع بيرمينجهام ولا يرجع المانشستر يونايتد أفضل شيء وأهم شيء بالنسبة لعبنا الدولي انه منشستر يونايتد وقت اللي فكرت في الملاعبية اللعبية اللي خرجوا على سبيل إعارة حنباعل مجبري كان بناتهم ولو مرجعش المانشستر يونايتد في المركاتو الشتوي انه إدارة منشستر يونايتد انه المدرب إيريك تنهاج فكر في حنباعل المجبري يعني الموسم القادم لو حنباعل مجبري بإذن الله زيدي حسن أكثر في مستويه الموسم القادم أكيد إيريك تنهاج حنباعل المجبري بش يكون ضمن حساباته حلقتنا اليوم وفات من نجم وكان قولو حظ موافق للمتخب التونسي حظ موافق اللعبين الدوليين في الختام كل عادة البياري متبقى كمش يقولكم تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام